بعيدون ومبعدون عن ديارهم بعد إن عصفت بهم أزمات نفسية ألقت بظلالها على حياتهم محولة إياها إلى حياة مثخنة بالبؤس والتشرد والضياع فريقنا فريق سفرات تطوع نفذ حملة الاهتمام بهم رحمة حملة تنظيف وفحص حالات نفسية طبعا المستهرفين كلهم من مدينة السيئون قمنا بإحلاقتهم قمنا بفحصهم عن أخصائي نفسي طبعا استضافنا في هذه الحملة أخصائي نفسي قمنا بإعرضهم عليه بحيث أنه يطرح أمراضي عنهم منها نفسيا بحيث أنهم في المستقبل يغيرون من حالهم ويكونون زينا وطبعا لله قدمنا إليهم أهدايا وقدمنا إليهم مخدة وفراش وسائل للنوم طبعا وقمنا بإعنايبهم بشكل كبير إن شاء الله الاهتمام بهم رحمة حملة شبابية أقامها منتدى سفراء التطوع من خلال الكشف عن حالات مصحية والنفسية إضافة إلى حملة نظافة لأجسادهم وملابسهم بعد أن أرهقها الزمان وعصفت بها متغيرات الظروف مبادرة شبابية استشعرت أهمية الوقوف إلى جانبهم للتخفيف عما فعلت به السنون ونوائب الدهر المجموعة التي تعاملنا معها وجدنا أنه عندهم مشكلتين مشكلة اللي هي النفسية والتي تطلب علاج والعلاج ممكن ومتوفر ويتطلب فقط حد يتابعهم في أخذه المشكلة الثانية اللي هي المشكلة الصحية الآثار الجسمية الصحية مثل الضغط مثل تقرحات مثل التهابات مثل النظافة الحلاقة مثل الغسل مثل الملابس التغذية يعني هذه أيضا مهمة جدا وتخلي الشخص حتى مقبول يعني بديل ما يكون المجتمع برع ينظر له بنظرة أنه إنسان مريض ينظر له أن إنسان يعاني بس من أزمة أو من الطراب ثمت أسباب جوهرية جعلت هؤلاء بعيدين عن مساكنهم مشردين في الشوارع أسباب وصدمات وأزمات اعترضت مشوار حياتهم وأحالتها إلى هذا النوع من المعاناة والضياع نريد من المجتمع أن نحتقر هؤلاء فهم ربما هم ضعاف وهذا الشيء مش بأنفسهم فهم ابتلوا فنحن نريد من المجتمع أن يكونوا سند لهم ونوفر لهم ما يحتاجونه والجلوس معاهم وتوفير لهم كل سبيل الراحة التي من خلالها أن نحتضنهم للمجتمع وبرغم الظروف التي عاصفت بهم إلا أنه يتوجب الوقوف إلى جانبهم بعيدا عن الاستهزاء والتنكيل بهم أو النيل منهم فهم أناس لا تسقط إنسانيتهم وآدميتهم تحت أي ظرف وحال كثيرة هي الضغطات النفسية التي قد يصاب بها الكثير فالبعض قد يتجاوز بسلام والبعض الآخر قد تترك أثر سلبيا على صحته فالمجتمع يجب أن يتعامل مع هؤلاء بطريقة تحافظ على إنسانيتهم وكرامتهم فهمي بارمادي قناة السهيل سيئون